بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء نعم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداء وعشان كده عرفنا ان القيم والأخلاق هدية من ربنا قبل ما بتبقى هداية ربنا سبحانه وتعالى بيهدينا الهدية دي عشان الهدية دي هي اللي هتخلي حياتنا مليانة سعادة في ناس كتيرة لازم نقولهم وإحنا بنتكلم على أن احنا يلا نبني أي نبني الإنسان وإحنا بنتكلم عن القيم يا سادة انتوا مش هتقدروا تحصلوا السعادة في الحياة غير بمفتاح وبوابة السعادة الكبرى اللي هي القيم والأخلاق وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان داعية السعادة ودعية الراحة ودعية الرحمة ربنا وصفوا بوصف دقيق بوصف جميل بوصف راقي فقال وإنك لعلى خلق عظيم وعشان كده لو احنا عايزين نوصل للسعادة من خلال حب الله سبحانه وتعالى تعالوا نتبع حضرة النبي كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتعالوا نمشي وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء أولادنا والنهاردة لازم نتكلم في حاجة مهمة جدا إحنا إزاي هذا الهاجس والسؤال اللي بيدور في قلوب كل واحد عنده أولاد واللي بيدور عن نعمل إيه فيه عشان المستقبل اللي جاي وإحنا شايفين هذا الزخم والناس كلها اللي قاعدة تتكلم على جيل زد وإزاي إن الجيل دوت مليء بالمتغيرات اللي مش قادرين نتعامله معاه هل إحنا أمام شيء مش هنقدر نتعامل معاه ونسلم له أبداً لأن الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء إبقى إحنا جاهزين إن إحنا حتى نتعامل مع جيل زد بس إحنا جاهزين لابد إن إحنا نكون جاهزين بإن إحنا كمان نغير من تفكيرنا إن الله لا يغير ما بيقوم حتى يغير ما بيأنفسي عايزين نقدر نتعامل مع المتغيرات اللي حصلة ومع أولادنا ومع الأجيال اللي جاية لازم نغير طريق تفكيرنا في إزاي نكرس ونغرس الأخلاق في أولادنا إحنا تكلمنا في مشوار طويل عن 11 قيمة هي القيمة الفعالة في حياة الناس والنهاردة عني نبتدي مشوار تاني إيه القيم الأساسية اللي إحنا عايزين نربى عليها أولادنا إيه الأشياء وإيه المعايير اللي إحنا لما نقوم بيها ونوفرها يبقى إحنا أمنا ببر أولادنا نكون أمنا بحق أولادنا علينا تعالى نبدأ بسؤال مهم جدا 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 نبدأ من إمتى عشان نربى أولادنا يعني من إمتى نبدأ بغرس القيم في أولادنا القيم بتتكرس وبتتغرس في الأطفال منهم في بطن أمهم ما حدش تستغرب يعني بواحدة واحدة بس ما حدش تستغرب يعني أنا أبتدي أغرس القيم في ابني وهو في بطن أمه آه ليه بقى أول حاجة عشان الأبحاث بتقول وأبحاث أهل الله كمان إن الأم لما بتكتر الصلاة وخاصة الصلاة على حضرة النبي بيحصل لها حاجة مهمة جدا أول حاجة تحس إن الإبني بقى إنسان هادي ده بالتجربة إنه لما تكتر الصلاة وتكتر الأشياء اللي بتدخل الطمأنينة ألا بذكر الله تطمأنني القلوب الولد يحصل له ألا بذكر الله تطمأنني القلوب يعني إيه؟ هي يطمأنني قلبي بس يطمأنني قلبي كمان من هو معي من هو في أحشائي فيحصل يطمأنني للولد فالولد لو عايزين الأولاد يبقوا هاديين سمعوهم الذكر والصلاة من هم وفطن أمهم يطلع هادي ويبقى طبعه إنه هو إنسان أقرب إلى الحكمة تاني حاجة إنها تحس إن اللبن اللي بيدر بيكون بسهولة بلا قلم ده أهل الله قالوا كده تجد الكلام ده في كتبهم بيقولوا الحاجة التالتة إن ابنها بيفهمها بطريقة مختلفة حتى لو ما تكلمتش ولذلك طرق التربية الحديثة بتقول إن إحنا نكلم الطفل وهو لسه جنين لأن الجنين بعد ما بينفخ فيه الروح لما تكلمه هيكون فاهم تعالوا نفهم كده نفهم حديث رسول الله بشكل مختلف إن الواحد بيتجمع خلقه في بطن أمه نطفة أربعين يوماً ثم علق أربعين يوم ثم مضغى أربعين يوم ثم ينفخ فيه الروح ويكتب رسقه إذن رسقه هيبتدي منين؟ من الأربعين يوم فهو عنده رسق من الفهم عنده رسق من الطعام عنده رسقه من الشراب عنده رسقه من النفس إذن هو ابتدى يدخل فيه الحياة معنى إنه يدخل في الحياة ما يدخلش في الحياة ببعد واحد بس إنه يأكل وإشرب لأ هيدخل في الحياة بكل أبعدها ولذلك المسألة بسيطة بدل هو هيبدأ ينفخ فيه الروح يبقى هو يقدر ببساطة خالص أنه يفهم هو صحيح مش هيقدر يعبر بس هو مين قال إنه هو مش هيقدر يعبر حركته في الداخل ممكن تكون تعبير جدا جدا على ده ولما الأمة بتكلم طفلها وهو جنين بيوصل له الكلام ده ويدخل عنده في اللواعي مثل اللي لو قالت له أنا عايزك تحب ربنا وعايزك تحب رسول الله وتحبه حب عظيم وعايزك لما تيجي تحب الناس وتخليك إنسان عنده أخلاق وإنسان طيب هي نفسه هي بتقوله كده بتلاقي نفسه بتتشحن بالمعاني دي وتيجي تقوله على فكرة لما تيجي تقوله على فكرة أنا كلمتك وإنت جنين وقلت لك كده هو بيحصل علاقة مختلفة فلما هو ينزل وتيجي تكلمه في المعاني دي هتلاقي عنده استعداد للمعاني دي وكأن المعاني دي مش غريبة وكأنه سمع قبل كده ما تستغربوش وإحنا قبل كده لما كنا في عالم الزر ربنا كلمنا وخاطبنا على فكرة الحاجات دي هي اللي بتجدد فهمنا للحياة ولذلك لازم نبتدي من بدري لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا علموا أولادكم الصلاة مش بمعنى علموا أولادكم الحركات فقط ولكن علموا أولادكم قيمة الصلاة خلوا الصلاة تتحول إلى رمز وقيمة في حياتهم يعني إيه؟ يتعلموا أن الصلاة صلة بين العبد ورب فلما يتعلم أن الصلاة صلة بين العبد ورب مش هبقى محتاج أن أنا أقول له يا حبيبي لو أنك أنت عندك حاجة مدايقاك تروح تصلي لأنه خلاص عرف أن الصلاة صلة بين العبد ورب وربه دوت اللي كان بيطعمه هو في رحم أمه فهو بلا شك عايز معه لكن إحنا عندنا شوية مخاوف يجي أولادنا عارفين أن الصلاة صلة بين العبد ورب فيدخل واحد من أولادنا يقول لنا والله أنا لما أدخل الصراع أكلم ربنا وأقول له أنت بتحبني ممكن تديني كذا أقول له لا ما تقولهش كده وابتدأ أحفظه اللي أنا حفظه عشان ابني يبقى زي من غير ما أدي له فرصة أنه يأخذ رزق اللي عند ربنا يبقى أفضل طريقة ممكن نعلم بيها الأولاد هو أن احنا نعلمهم أن كل حاجة في حياتنا لها قيمة طب نبني القيمة إزاي في أولادنا لازم ننشأ ننشئ علاقة خاصة بيننا وبين أولاد وعلاقة خاصة قبل ما بيننا وبين أولادنا علاقة خاصة بينهم وبين ربنا بصراحة كده تعال أقول لكم حاجة ممكن تسلموا أولادكم من ربنا ما تحاولوش تخلوا أولادكم بتوعكم أولادكم عبيد زيكم لله سبحانه وتعالى فدايما نخليهم عارفين أن ربنا معاهم وأن سبحانه وتعالى لا يتركهم أبدا ويبقى عندهم شعار كده الباقي معك ما ودعك وأن ربنا بيحبهم وأن ربنا سبحانه وتعالى معاهم عشان يمدهم بمددي ولعل الكلام اللي كان بيقولوا أهل الله وكرسوه فينا أن الأطفال أحباب الله كانوا بيقولوا أنه علموا الأطفال أن هم بيحبوا الله وربنا بيحبهم بس المدخل ده بعض الناس ممكن يقول أنه ممكن يكون خطر على الأطفال لا 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 عمره ما الحب كان خطر الخطر الكر الخطر التشتت الخطر الضياع عود أبنك على الحب لأن الحب ده لا يأتي إلا بخير لأن الحب ده يجدد فيه كل خير يبقى لازم نعرف أن التربية ليست زي التخزية التخزية ممكن تكون بجرعات محددة لكن التربية تتعامل مع أبعاد متعددة في حياة الطفل وفي حياتنا كلنا أقول لكم حاجة ما تيجوا كمان وإحنا بالرب أولادنا ندخل كمان معهم في التربية لأن ربنا بيخطبنا زي ما بيخطبنا من أجل مسؤوليتنا لأولادنا وبيقول لنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلحها بتزكاها تعالوا ندخل مع أولادنا في حالة تسكية والكلام اللي بقوله لأبني أنا أحسه فلازم نتصور هذا البعد المهم في تربيةنا لأولاد وأنا بربي ابني لازم يكون عندي صبر لأن أنا كمان بصبر على نفسي الأمهات أولاد أو أوقات كتيرة بيعيشوا في التربية بيستعجلين وأنا أقول لهم بس أنت وبتربي ابنك وبنتك لازم تعرفي حاجة مهمة جدا أن الرسول اللي لما قال يستجابوا للمرء ما لم يعجل أنت بتربي وبتدعي ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى يسقي هذه البذرة وينتجها فأنت لازم تكون عندك هدوء يا فرحتي أن ابني لحد سبع سنين يكون كويس وبعد ما تنتهي المراقع أو يوصل للشباب يضرب في وشي وينفجر لأن التربية بتاعتي ما كانتش في الاتجاه الصحيح طب إيه الاتجاه الصحيح بقى في التربية؟ أن التربية حياة أن التربية مستمرة أن التربية مش مرحلة أن التربية مش حاجة توصلني لنتيجة أن أنا أخذ مجد أنا نجحت في تربيتك لا أنا نجحت في تربيتك يعني إحنا عايشين مع بعض على طول لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما رب الصحابة ربهم في 23 سنة واحد يقول لي يعني إحنا لازم نربي أولادنا في 23 سنة ما قلت لكش كده لكن إنت لازم تعرف أن التربية طول العمر حضرة النبي بفضل يتربي الصحابة لغاية ما انتقل بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فلازم تعرف أن أنت عتفضل تربي وعشان كده قلت لك خليك في حاجة اسمها التربية المشتركة والتربية المتبادلة تدخل أنت وابنك في هذه الحياة من حياة التربية فلازم نفهم أول أصل في التربية أن التربية حياة مش التربية مهمة التربية حياة ولذلك في التربية ممكن نغير زي ما في الحياة بنغير ممكن التربية تنضج وممكن التربية نعدل فيها احنا ما عندناش الكلام ده احنا عندنا التربية احنا حطين نظام لنفسنا والنظام ده لازم يطبق على الولد والولد لازم يبقى بالزبط زي الآلة يتحول الى الروبوت فلما يرفض ان هو يبقى الروبوت يتمرد علينا احنا عندنا الام المصرية فيها صفة خاصة بيها شوية بتخاف ان هي تاخد لقب ايه فشلت في تربيتكم فبعض الاحيين بقى ايه عشان ما توصلش للنتيجة دي وتكون قصي عليها تقول انا خلاص فشلت في تربيتكم تسبق حضرتها تسبق حضرتها عشان ما تتوجعش لما اولادها يطلعوا خلاف الاسكريبت والسيناريو اللي هي حطاها لتربيتهم لا احنا مستمرين في التربية حتى لو فشلنا على فكرة يعني لو حتى حد فشل في تربيتهم ايستمر في التربية اربعوا على انفسكم لما حد من ابنائكم يعمل حاجة غلط دي مش نهاية العالم لكن مش هفشل مش ان انا فشلت ومش هسمح لنفس ان انا فشل بعد كده يعني اغير من نفسي لغاية ما اوصل لان ابن يحب القيمة دي فلازم نعرف ان التربية شيء ممتد لما نعلم القيم لأولادنا لازم نصغل القيم بشكل حياتي وتكون متوافقة ومتناسبة معهم مش كل انسان هتغرس فيه القيم هتغرسها بنفس الطريقة اللي نجحت معاك ولا اللي نجحت مع حد تاني هي نجحت عشان كانت مناسبة للشخص ده لكن مش شرط تكون مناسبة مع الشخص التاني ومش شرط ان هي ده ما تكون كانت مناسبة معاك ان هي تناسب ابنك عايزين في أصل مهم جدا من أسل التربية عايزين نتبنى نتبنى ان القيم لازم تبقى مركز ومركزة ومخططة يعني ايه مركزة ومخططة يعني القيم فيها حالة من حالات النظر اللي فيه تدبير لكن فكرة ان يبقى في قسط ناس يتعلم منه من القيم ده مش هيبنى القيم فيه لازم يبقى فيه تدبير شفنا ناس كتيرة في صحبة ولما نفكت عنه من الصحبة دي بازت حياتهم ولزلك فيه قاعدة مكملة لده لما بتيجي تتقدم لما نقدم نمازج لأولادنا نقدم لهم نمازج في الحقيقة من الناس البسيطة اللي حواليهم اللي يحس انه هو ممكن يقدر يطبق زي ما هم بيطبقوا حصل في الفترة اللي فاتت في التدايون الكمي كان يقدم لهم نمازج كبيرة وضخمة حدش قال ان احنا لما نقدم لهم نمازج من الصحابة او ننازج من التابعين ده نقدم لهم نموذج عشان نحل القيمة ونخليهم بيحبوها لكن عشان يطبقوا القيمة القيمة لازم يشوفوا الناس اللي حواليهم الناس البسطاء بيقدروا يطبقوا القيمة ده فيقدروا يعيشوها طب ازاي يضمن ان أولادي يستمروا في أخلاقهم وان هم مش معاهم شيء ممكن يأذيهم اول حاجة الثقة فيهم تعملهم كمن قدمين هم مش ملايكة بالمناسبة تثق فيهم ان هم ناس هيحاولوا ان هم ينجحوا مش بالضرورة ان هم مش معقولة يكون بقى عامل أولادي ان هم بيغلطوش واذا غلطوا يبقى دي نهاية العالم لا لا خالص الأمهات لازم يتعودوا ان أولادهم يغلطوا والغلط ده محتاج صبر والصبر ده هيأتي بنتيجة حتى لو انا مش شايفها الاخلاق بتتبني بشكل كده متراكم احنا ممنشوفوش وبعدين احنا لما بنعمل حاجة يا ذو الله قبل ايدينا ولذلك مثلا ام قالت لابنها ما يجذبش فالولد طول عمره ما بيجذبش وجي مرة كذب فراحت ممارسة معاه نوع من عنواع الرفض والاقصاء انت ما بقتش ابني انا ابني هو اللي ما يجذبش ابدا ابدا طب هو هنعمل ايه طي ده ربنا سبحانه وتعالى قال كل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون وانت هتيجي تقولي لابنك وتحاولت حسبيه على شيء الله سبحانه وتعالى يسر التربية وفتح بأبواب التربية علشانه لازم نعرف ان القيمة ما ينفعش اوصل لابني ان القيمة احب احب الي منه ولكن هقوله انا بحب القيمة فيك وساعتها الولد يحس بالانتماء وما يحسش بالرافض وعشان كده لازم نحاول ونكتهد دايما ان احنا نحسس اولادنا ان هم مهمين عندنا وهيزداد اهميتهم بالقيم وبتساعتها هنبعد عنهم كل الاشياء اللي بتعوقهم عن السير في طريق القيم لانهم حسن ان القيم بتزودهم فما يبقاش عنده عداء بالقيم ما يبقاش انت او القيمة لا القيمة اللي فيك هو ده اللي احنا عايزين نتعاود نتعامل به مع اولادنا ولازم نتضرب على ده دي طريقة مختلفة عن الطريقة اللي احنا دايما بنعمل بيه اولادنا احنا بنحبكم عشان القيم لا احنا بنحبكم وانتوا فيكم القيم انت لما تحاول اكيد مش هتقدر نقوله كده انت لما تحاول اكيد مش هتقدر دلوقتي لكن ممكن تقدر بعد كده يبقى إيه اللي حاصل هو عارف إن بكرة أحسن من النهاردة وعشان كده تعالوا نشوف شوية إجراءات إحنا لازم نعملها عشان نقدر نوصل بهذه الطريقة إن أولادنا يكونوا معانا ومغروس فيهم القيام أول حاجة إن السلوكيات المبدئية اللي أعلم بها أولادنا القيام الرحمة والخير والكمال أول سلوك لازم يكون فيه رحمة لازم أعلم ابن الرحمة وأعمل إيه عشان أعلمه الرحمة أخليه الناس اللي حواليه الناس اللي بيساعدون في البيت أو الناس اللي موجودين أو الناس اللي في المدرسة الناس كل حتة أعلمه إن هو يساعدهم يساعد الناس وما يشدش عليهم ولا يقصوا عليهم ولا يضغط عليهم بالعكس هو لما يتعود إن هو يخفف على الناس يبتدي سلوك الرحمة يدخل قلبه ويبقى إنسان رحيم الحاجة التانية إن أنا أعوده لازم أعوده إن هو يلتمس الأعذار ومن بدل أعوده على المسامحة أقول لكم حاجة طول حياتي أشوف اللي تربع على المسامحة فتبقى المسامحة سعلى عليه طيب والشخص اللي هو بيسامح ده بكأنه ممسوح على قلبه فالوجع ما بيلزقش فيه الشخص ده تلاقي الوجع ما بيلزقش فيه تاني حاجة لازم علمه الخير نعلمه إن الحاجات الزيادة عندنا يكون فيها نصيب للناس تسرش بيها ويحاول يتعالى بيها على الناس لا يتعود على ده وكمان من الخير لازم أعوده إن هو يتعود على يخدم الناس كل يوم من أيامه يبقى عنده خدمة بيقدمها للناس وكمان أعلمه حاجة من الجمال نعلمه إن هو لما يجي يشوف حاجة يشوف أجمل ما فيها زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم طور رؤية الحواريين مع سيدنا عيسى لما علمهم إن هم يشوفوا أبيض ما في السن بياض سن الشيال ميتة حضرت النبي قال لهم هل لا انتفعتم بإيهابها فمش علمهم إن هم يشوفوا الجمال بس نعلمهم ينتفع بالجمال علموا أولادكم إن هم لما يكونوا في المدرسة لما يكونوا في الشارع لما يكونوا في الطريق أول حاجة تقع عينيها عليهم أول حاجة تقع عينيهم عليها هو الجمال وأهم حاجة أن احنا نعلمه أن النظافة مثلا قيمة جمال مش أن النظافة شيء يخليه يحصل على التميز عندنا لا نعلمه أن النظافة والنظام جمال وساعة ما نعلمه أن الحاجات دي كلها جمال هو يحس أنه لما بيعمل الحاجات دي بيزداد تقلق وبيزداد قبول وبيزداد فرح يا رب اجعلنا قادرين مش هتكون دي الحلقة الأخيرة اللي احنا بنتكلم فيه عن ترسيخ القيم في أولادنا بالعكس ده سلسلة حلقتنا اللي جاية كلها هنتكلم إزاي نرسخ القيم ونغرسها ونسقيها ونفتح إيدينا لربنا سبحانه وتعالى ونقوله احنا وضعنا الحب وأنت يا مولانا بيدك الثمرة فاللهم إنا نسألك ونحن نضع هذا الحب أن تنظر إلينا بنظر اللطف فنترطب بأولادنا ونحتويهم حتى تفتح قلوبهم لرؤية جمالك في كل شيء يا جميل يا رب العالمين بعد الفاصل نلتخي بحضراتكم وأسئلتكم من باركة عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي هي بتفضل جسر منور يفضل يمدي جسور ويمدي مجالس العلم بنا ويفضل النور ساري فينا وإحنا بنلتمس نظر مولانا إلينا في مجلس العلم اللي بنتناور به دائما وعشان يستمر لتناورنا نسمع سؤال أستاذة هيبة من القويرة أستاذ هيبة سلام عليكم شيخنا الفاضل الله يبارك في حضائك تفضلي نعمة وفضل الحمد لله حضرتك أنا بنتي عندها 16 سنة كانت بالصلي وهي صغيرة وكانت بيتبقى فرحانة أو وهي بالصلي وساعات كانت تتحجب بينها وبين نفسها وصلاة الجامعة كانت تنزل معايا وصلاة الأعيان بس أول مما بلغت قبل ما تبلغ بالسنة كده وهي معددش بالصلي وطبعا هي مش رضي تتحجب وهي في مجتمع مفتوح شوية في المدرسة فأنا بحاول أقنحها بكل السبل إنها توازب على الصلاة وإنها لدرجة إنها بالصوم رمضان بقالها سنتين مثلا ما بتصليش وهي بالصوم رمضان وأنا بصراحة مرة بالشدة ومرة باللين والآخر هي الإسبوع اللي فات بتقول لي يا مامي أنا سألت المس وقالت لي مدام مامتك بتنصحك وبتعمل اللي عليك خلاص أنت كده ما فيش وزر عليك ويسيبيني بقى أنا براحتي هتحجب براحتي وحبقى صلي براحتي وعايزة تلبس أحياناً اللبس الخارج اللي على الموضة بقص له مرة بالشدة ومرة باللين وأقسم أي مناس إن أنا لازم أقطع لها الحاجات العري عندي للحدود والصلاة طب صلي فرض وصيب فرض طب تحجبي مثلا طول أسبوع ويسي بيو طيب كده مش هارفها من معاهة يا فاطل أقول لحضرتك تعمل إيه أولاً ده نموذج واضح على جيل زد إيه دلوقتي في ذلك الجيل الأول حاجة لازم نعرف هي إيه ده وفعها إن هي ما تعملش مسألة الحجاب ما تعملش مسألة كده الجيل هنا جيل عنده نمط في مظهره هم بيهتموا بيه مسألة المظهر جداً يعني مثلا من الحاجات الكتيرة اللي موجودة في البنات في السن ده هو الهوس بالنحافة عايزين يخسه فممكن يجيلك تقاب إن هي حاسة إن هي تخينها وبقيت زميلتها رفيعين فيبقى عندها هوس بالنحافة يعمل لها وسوس أو يعمل لها وسوس فتكرى الأكل من ضمن الحاجات الهوس اللي عندهم هوس الوحاشة يعني إيه الوحاشة إن هي لما تعمل حاجة هتبقى وحشة بعض الناس بقى بيجوا يعملوا حاجة بقى في الحقيقة بتدرب في وشنا بعد كده إن هو يقول لها على فكرة أنت يلبسوا الحجاب وبعدين يقول لها على فكرة أنت أمر في الحجاب لا يا مش لابس الحجاب عشان هي أمر يا لابس الحجاب عشان حاجة تاني يا لابس الحجاب عشان ده يخليها في علاقة بينها وبين الله اللي احنا الكلام اللي احنا قلناه من بدري انت كلميها عن ربنا كلميها عن علاقتها بربنا كلميها على ان هي لابد ان تقبل على الله سبحانه وتعالى لان ده حياتها ولكن حزاري ان هي تشعر ان انت بتعملي ايه بتفردي عليها الحاجة من اهم من اهم سمات هذا الجيل التمرد التمرد اللي هو بيعمل ايه هو يمارس التمرد لان هو بيقول انت الاول خالص ارفضوا بعدين اقبل كما يتزن لك المنطق فلذلك هو عنده مقاومة شديدة لأي شكل من اشكال السلطة انا دلوقتي بمهد لكم ان انتو تسيبوا الاولاد بلا تعويض على طاعة ربنا ابدا انا بفهمكم الاولاد طيب احنا نعمل ايه بقى احنا نعمل حاجة لطيفة خالص ايه اللي حاصل هنتكلم مع بعض كتير واضح ان هي ما بتتكلمش معاك كتير لان انت لو اتكلمت معاها كتير هيحصل حاجة اسمها انسيال المعرفة لما تكلميها عن ربنا سبحانه وتعالى وازاي حصل معاك انت ما تكلمياش عليها هي وما تقولوا ليش طيب ما تجربي ده قومي جربي ده طيب روح اعملي ده هي مش هتقبل ده ولكن كلميها عليك انتي انتي ازاي بتحسي بلزة الصلاة ازاي بتعيشي بينك وبين ربنا ازاي لما بتكوني متضايقة وتلجائي للصلاة وتحسي بقرحنا بالصلاة ده الطريقة اللي ممكن يتعودوا عليها انها ولما تيجي تسألك هتقولك ولما تيجي تسألك تجاوبيها عنك انتي مش عناها هي طب انا ما اقول كده ليه لان انتي قلت ان البنت بدأت بنوع من انواع التدين عشان تكون حصلة على انتمائك وحبك هي دلوقتي ايه اللي حاصل عندها اطر تاني للانتمائك ويا اصدقاء حريصة ان هي تبقى منتمية اليهم فحريصة ان هي تبقى شباههم وحريصة ان هي تبقى شكلهم عشان كده قلتي ان هي بتحاول تلبس زي يوم يبقى اللي حاصل ايه ان احنا نزود انتمائها لله سبحانه وتعالى نزود علاقتها بانها امل الله بانها عبد لله سبحانه وتعالى يجب ان هو يرى الله في كل شيء ما تخليش النقاط التلاتة اللي انتو كلمتوا عليها هي نقاط الحديث اللي معاكم دايما لكن خلي النقاط اللي بتتكلم على قدي ايه ربنا معانا قدي ايه ربنا بيحبنا كلميها عن ربنا ما تكلمهاش على الفرائد لانهم الاولاد فيما بينهم في جيل زد عندهم فكرة رفض السلطة ورفض الاوامر فكلميها عن ربنا كتير بتسأليني اعمل ايه كلميها عن ربنا كتير كلميها عن حنان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلميها قدي ايه حضرة النبي كان بيحب الاطفال اللي مش هي منهم ايه بخلاص بقت انيسة ايه وقت تكلميها على انها طفل ايه انيسة خلاص كبيرة فهي بتكلمك على انها دلوقتي عندها اختيارها عشان كده قالتلك المدرسة بتاعتي قالتلي ان انت بدل ان نصحتيني خلاص انا اختار ادعمي عزة الامر فيها ادعمي ان هي مسؤولة بس كمان تكلميها عن جمال الله سبحانه وتعالى افضل طريقة ممكن تخلي جيل زد يبقى معانا ويبقوا مقبلين على الله الكلام عن جمال ربنا الجمال عن حنانه في ناس كتير اكلموهم على ان ربنا متربص بيه وعشان كده بيبعدوا عن ربنا عشان هما كتير قالوهم ان ربنا متربص بيكم فما ندعمش هذه الفكرة ولكن نتكلم عن حنان ربنا ونتكلم عن فضله عارف ان انت عايزاها تتحجب بس الاهم ان هي لما تتحجب ما تتحجبش الا و هي عارفة ان الحجاب ده مش لانه فرده بس ولكن لانه باب مفتوح على الله تصلي لان الصلاة صلة بين العبد وربي ساعتها الحاجات دي هتسكن في حياتها وتغير حياتها وتبقى هي منورة ومتأثرش ابدا باي تنمر هيحصل عليها لان كمان هناك تنمر بيمارس على الناس ان الناس دي ايه انا اسف يعني ساعات يقولولهم ايه الفلح ده ايه الشكل الوحش ده فالاولاد كمان احنا لازم نتكلم في مرة عن مسألة التنمر على التدين لان التنمر على التدين ده هو اللي بيخلي اولادنا محطوطين في هذي الورطات اللي موجودة في المدارس فانتكلم عن ده انا قلت الحضارك حاجات سريعة دي بس كلام اللي انت بتقوليه ده محتاج ان احنا نفرد له حلقة ونتكلم فيه عن كيف نتعامل مع اولادنا الذين عندهم شيء من التمرد على الاقبال على الله سبحانه وتعالى ازاي ونتكلم عن كيف يقبل جيل زد على الله دي شيء مهم جدا جدا نتكلم عنه معنا الاستاذ احمد من الاليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا طيبة مباركة من عند الله عز وجل ملقى الحب والتقدير والمودة والتبجير لحضراتكم وفريق العمل اهلا وسام بحضراتك والسيد داع مع حضراتكم احمد عروق الجنين غرب شبرة الخيمة بالاصل عن نفسي وباسم مشاهدي برنامج لا تعسروا بنتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير والاحترام والعرفان بالجميل لنشر حضراتكم القيم بين اه افراد المجتمع المصري الذي من شأنه الترابط والتآخي بين جميع فئات المجتمع شكرا لحضراتك السؤال حضراتك السؤال حضراتك اه في دلوقتي اه احد الاشخاص وجد مبلغ ماجي كبير على قارعة الطريق على قارعة طريق غير مأهول بالسكان وانما بالسيارات المسلعة سرعة غريبة طيب كيف يتصرف فيها في ضوء شرع الله عز وجل وسنة نبينا الحبيب وحتى اذا لقى او وجد اشياء عينية صدف نزعة المادية اقول لحضراتك اقول لحضراتك انت اصدر حضراتك لو لا قطع داهب او شيء من هذا قبيل يعمل فيها اياه انا اقول لحضراتك لما يستطيع ان يستدل به على احد اقول لحضراتك او استاذ احمد اولا الحاجات اللي احنا بنلاقيها انواع الفقه بيقول ان هو اربع انواع منها مثلا الحاجات اللي هي ما تفسدش لو ان هي تركت انت في الاساس انت مخير من ان انت تاخد الحاجة او ما تاخداش الا اذا كان هتضيع على صاحبها فهتاخدها هتاخدها بقى في احكام اسمها احكام اللقطة تتعلق بان انت لازم تعرف ست حاجات عن اللقطة دي ولازم كمان تعرفها سنة في الاماكن الاماكن اللي بيكيامع فيها الناس ومكان ما انت وجدتها لكن فيه اجراء لطيف قوي في الواقع اللي احنا فيه دلوقتي هو ان انت تاخد الحاجات دي وتذهب بيها الى ايه الى الشرطة ليه طيب نذهب بيها الى الشرطة وده مهم جدا 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 ان اذهب بالحاجة اللي انت لقيتها الى الشرطة بيضمن ان نستطيع ان احنا نصل الى من هو صاحب هذه الاشياء ويبقى في محضر التسليم بتاع حضرتك في الحاجة اللي انت لقيتها اللي انت محتفظ بان انت اللي انت قمت بداه عشان لو ارادوا انهم يتعرفوا على اي معلومة هيكون ده افضل فانا نصحتي في الاشياء الكبيرة اللي زي دي او الاشياء المهمة اللي زي دي ان احنا نروح نوديع عند الشرطة ليه بقى؟ لان الفقهاء لما كانوا بيقولوا ان انت تروح تعرف الحاجة دي سنة في اماكن على ابواب المساجد وفي اماكن التجمعات كان اصدهم ايه؟ امكانية الالتقاء بصاحب هذه الاشياء ان هو يروح يسأل على باب المساجد او في المكان اللي وقت منه احنا دلوقتي خلاص اللي بتضيع منه حاجة بيروح يبلغ فين؟ بيبلغ في الشرطة فانت دلوقتي بتودي اللقطة في المكان اللي ممكن صاحب الحاجة يدور عليها يبقى انا بقول لحضرتك الحاجات اللي تلاقيها افضل طريقة عندنا في حياتنا المعاصرة هو ان احنا نذهب بها الى جهات الامن الى الشرطة لان هي التي يمكن ان يجتمع بها صاحب الشيء ده عندما يذهب ويسأل عن ما فقده او ما سرق منه فاذا انا شايف ان احنا نود المسائل دي الى الشرطة معنا الاستاذ احمد من القاهرة سمع عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احنا سعدة جدا جدا اني بنكلم حضرتك عم الشيخ بس عندي مشكلة كده فض انا سيادتك متزوج وعندي سناس ابناء اه زوجتي اباها توفى وبعد ما توفى اه راح اطلقوها عملت لتوكيل رسمي عام هل هذا حلال ام حرام وعلما بان والدتها موجودة طيب احنا عادين جلوقتي حاليا متابعين اه الجواب بتاع حضرتك واه هستأذنك بعد السؤال هعلي صوت التلفزيون عشان هيسمعوه بعد يزن حضرتك اتفضل يا فاند شكرا يا استاذ احمد انا شكرا اول حاجة انا عايز اشكرك حد اشكرك جدا يا استاذ احمد على الوعي اللي انت فيه يعني لما اختلفته رحته عشان تحلوا مسألة بشكل راقي فشكرا لحضرتكم ان انتوا عملتوا ده انت حضرتك بتقول لو اعيد عليك اعيد السؤال هو ان انت متزوج وعندك ثلاث اولاد وزوجتك وليده توفى ويبدو ان هي لها مراز في عمل التوكيل عام لاخوها اذا كان ده فانت بتسأل اللي عملته ده حلال ولا حرام اه ده جائز لان هي لما تعمل توكيل لاخيها هي كاملة الاهلية ولها ان توكل اخاها بشكل جزئي في بعض التصرفات في ان هو يروح يقبض لها شيء او يروح يشتري لها شيء او يروح يبقى لها شيء او ان هو ان هي توكله توكيل عام ليه؟ عشان حكتين هي كاملة الاهلية والاشياء اللي بتمتلكها هي كاملة الملكية ليها هي تاملة الملكية ليها فاذا كانت هي وكلته ان هو يتصرف في اي شيء فهي لها هذا لكن ايه يبدو ان انت بتسألني عن سؤال تاني هو ينفع زوجتي تعمل الكلام ده من غير ما ترجعلي من غير ما تشاور بيه انا شايف ان الكلام ده من تمام المهدى والرحمة ان الحاجات اللي فيها تأثير على قلوب شريك الحياة ان احنا نشاوره فيها وشريك الحياة لازم هو يفهم ده يفهم ان المشاورة مش عشان هو ياخد القرار ده المشاورة من قبيل المحبة من قبيل العشرة بالمعروف ولذلك انا دايما بانصح الازواج لما تيجي زوجتك تستشيرك في شيء يتعلق بملها ما تاخد لهاش قرار هي واخد قرار بس هي بتعمل ايه بتطيب خطرك زي السيدة اسماء كده السيدة اسماء جالها واحدة قال لها والله انا عايز اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه جي واحدة قال لها والله انا عايز بيه عند حائطك فيعرف ان سيدنا الزبير ايه هي خيرة وبتحب الخير وما عندهاش مشاكل بس هيعرف ان سيدنا الزبير بغير فقالت له ايه لن اقزن لك حتى تأتي وتسألني امام الزبير قالت له طيب قال لها طيب فجيس اقلها قدام الزبير والله تسمحيني ان انا بيع عندي حائطك فقالت له ايه انا امتجت غير حائطي اللي تبيع عنده يبقى عملت ايه راعت سيدنا الزبير فقال لها دعية يا اسماء يا بيع عن دحاق ايه اللي حاصل يبقى المسألة كده فيها مرعاة فيها حسن العشرة طب هي لو ما عملتش كده هل ده يخلي اللي هي عملته حرام لا طب انا بنصح بنصح حضرتك ايه سيد احمد ان الستات حسسين جدا 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 في القضية المالية لان المال عندهم رمز للحب والكلام على ان واحد هو على طول تقول ده بصص لفلوسي ده بيعايز ياخد فلوسي فلزاك هم حسسين بدا ليه لان المال عندهم بيمثلهم امان وتصرفها في مالها ده ده حق ليها فنصحتي لحضرتك انا نصحتي لزوجة حضرتك اولا ان هي لا تكرر المسألة دي ويبقى بينكم مشورة قبل ما تعمل التصرف ده هل ده واجب عليها لا هي حرة التصرف تمت الملكية ليها زم مالية مستقلة فاذا كان ليها زم مالية مستقلة لها ان هي تعمل كده انا عارف ان انت بتقول هو مين اللي كان اولى بالتوكيل العام ده مش جوزها لا هي حرة نعم ولا اي حد لي حد لي حق انه يتدخل في ده هي لها زم مالية مستقل سواء عملت التوكيل ده لاخيها او لامها هي حرة هي حرة وليس لامها ايضا ان هي تتدخل في منعها او عدم ممنع منعها سلة القرابة لا علاقة لها بالتصرفات المالية يعني مش معنى ان زوجي هو دلوقتي شريك حياتي يبقى كل حاجة انا عتصرف فيها في مالي تكون ليه ده مش حقيقية ولا معنى ان زوجي هو اقرب الناس اليه ولا احب الناس اليه ان انا اعطيه كل مالي مش بالضرورة لان زوجي ده ممكن يكون انا شايفة ان الرجولة انه بينفق علي لكن انا من الخير ان انا اساعد الناس بس الكلام ده يكون بالتفاهم وعشرهن بالمعروف لازم يبقى فيه عشرة بالمعروف فلازم نكون متوازنين بهذا الامر صحيح اللي انت بتعمليه ده حلال ومن حقك لكن في نفس الوقت خلي جوزك حاضر معك عشان تسعده دايما وما يحسش ان انت فضلت حد عليه نعم معنا استاذ احمد من السويس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ احمد لو سمع حضركم اتبا اتكلم مخصوصا زكاة المال ممكن تعال لي صوتك استاذ احمد بقول لحضراتك انه دلوقتي حساب في البنك فاطلع عليه زكاة المال لما يتم سنة لا سنة واحدة اتفضل اتكلم دلوقتي يا سيدي اتفضل اتكلم يا استاذ احمد بقول لحضراتك انه دلوقتي انه حساب في البنك فاطلع عليه زكاة المال لما يتم سنة طيب حساب البنك دهوت في شكل ايه شكل حساب جاري حساب استثماري وشكل وديعة شهادات استثمار اي شكل لا شهادات بخد ارباحها كل شهر طيب حضرتك عندك حاجة تانية بتصرف منها غير ريع الشهادات دي ولا بتصرف من ريع الشهادات دات على حياتك لا ما فيش الشهادات دي لدخل الوحيد دي يعني مصدر الوحيد ليك هو ريع الشهادات دي صح كده؟ تمام تمام خلاص هتطلع عشرة في المية من ريع الشهادات يعني كل شهر لما يجي لك الريع دوت نفترض ان الريع دوت 1000 جنيه هتخرج من ال 1000 جنيه عشرة في المية يعني هتخرج 100 جنيه كل ما يجي لك ال 1000 جنيه واضح؟ يبقى ايزا يبقى هو دوت لان احنا عندنا بنقيس ريع الشهادات دي او بنقيس الشهادات على كونها كالارض الزراعية فبيخرج 10% من ريع استاذ عزة من دمياتي تفضل؟ اي يا فاند ازاك يا شيخ نعم وفضل الحمد لله بل لك عندي سؤالين يا شيخ اتفضل ما حكم ازل الجار للجار تمام؟ اول سؤال اه الاسئلة موجهة دي ايو يا سيدي ايو امي عندها كنصر بلق حوالي خمس سنين وانا قاعد بخدمها وقاعدت مش شغل بخدمها ما جزايا عند الله طيب اقول لحضرتك ان شاء الله نعم ودعالها ان شاء الله ودعالها يا شيخ بالشيخ يلا ندعي كلنا احنا ندعي كلنا لوالدة السيد احمد والكل والكل احبابنا اللي ربنا اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب انهم يرفع درجاتهم ويخفف عنهم ان شاء الله سبحانه وتعالى ويها ما بتقدرش تصلي قد جدا تتوضى وتصلي على حالها تمامي عشان هي عندها كنصر في العظم مساعد بتصلي تصلي على حالها حتى لو تصلي بس تصلي على حالها حتى لو هتصلي بالايماء او حتى هتصلي بالايماء الايماء بعنيها بس تصلي ما تعرفش ان هي لما هتصلي كده ازاي ربنا سبحانه وتعالى يمده بمدد وينورها ان شاء الله ويعينها يا رب نسألك يا رب اللطف بكل من نظرت إليه يا رب وجدته متوجعا او مريضا ان تجعل له يا ربنا من مددك ومن نورك ومن كرمك ومن فضلك فتجمع له بين تمام الاجر والعافية عاجلا غير ااجل يا رب العالمين امسح عليهم بيدك الحانية وبيد لطفك يا رب العالمين حتى لا يبقى من درنهم شيء حتى لا يبقى من وجعهم شيء واجمعهم يا ربنا في رفيع الدرجات وانزل عليهم يا ربنا من ألطافك ما تخفف عنهم يا رب العالمين امين امين وسائر مرضى المسلمين استاذ عايزة استألنا السؤال الاولاني بيقول دلوقتي ان هو لو ان هو نجاب السؤال التاني الاول بعدين نجاب السؤال الاولان السؤال التاني بيقول ايه انا ايه جزائي ان انا بساعد امي وبخدم امي اه وهي مريضة هذا من تمام من تمام بر الوالدين هذا من تمام من تمام بر الوالدين وحاضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ده سبب من اسباب الفرج ان القيام على حاجة الوالدين فاكرين احاديث الغار التلاتة اللي اتحبسوا في الغار وبعدين واحد منهم فرج عنهم سلس السخرة لا لشيء الا لانه كان بيقوم بخدمة اولاد فاذا كانوا كمان مرضى فهذا باب من ابواب الفرج العظيم فابشت بالفرج في الدنيا والاخرة ولذلك هذا باب من ابواب الرحمة هتجد انت قلبك مليء بالرحمة ومليء باللطف ومليء بالكرم فان شاء الله سبحانه وتعالى يكرمك ويتفضل عليك ويفتح عليك كل ابواب الخير اما مسألة بقى مسألة اذا الجار فيا سادة الجار ده اي حد عنده جار يعرف ان الجار ده باب من ابواب الجنة الجار ده نزله سيدنا جبريل يعني سيدنا جبريل نزله بوصية خاصة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه يعني ايه حتى ظننت انه يقع له زي بالضبط النسل من نسبي فالجار ده حاجة من اعظم ما منى الله بيه علينا والاحسان للجار ده وتملوش دعوة بهو مؤذي ولا مش مؤذي فلزلك انا بكلم جار السيد احمد اللي هو ممكن يكون بيأذيه وخاصة مع وجود والدته اللي ممكن يكون صوت عالي بنعمل حاجات بنأذيهم نتق الله سبحانه وتعالى لان ده حق للجار هذا مش فضل منك ان انت تحسن لجارك ده فضل وربنا سبحانه وتعالى وحاسبك وكل من خزل جاره فقد الامان يوم القيامة لان الجيران هم باب من ابواب الامان فمن اراد ان يكون امنا في الدنيا والاخرة فليحسن الى جار وللتق الله سبحانه وتعالى ولا يبتعد عن كل اذى الناس يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن نور القلوب وتكلمنا عن الحياة الفاضلة وتكلمنا عن السعادة الباهرة وتكلمنا عن سعة الحياة لما تكلمنا عن القيم احنا مستمرين في الكلام عن القيم ومستمرين في الكلام عن النور ومستمرين في الكلام عن السعادة عايزين نريح قلوبنا وخاصة لما نتطمن على أولادنا لما نعيش إحنا وهم في ظل رضا الله عندما نعيش في القيم ونعيش في الأخلاق التي يحبها الله يا كريم يا ودود أمدنا بكرمك حتى نكون من أهل القيم والأخلاق فنرى نورك وويسر في حياتنا يا كريم يا لطيف يا جميل يا رب العالمين اشتركوا في القناة